ده فخامة الرئيس كان بيتكلم النهاردة الصبح على قناة السويس وبعد انتهاء الاحتفالية مباشرة كان تريند رئيسي على تويتر يستهدف فخامة الرئيس هو فكرة تاني بيع قناة السويس يعني فخامته كان بينفي مباشرة على حديثه بنتهى الوضوح ان الامر ده لا يمكن انه يحصل وهم في نفس الوقت بيقلبوا الاية تانية لان هو ده هدفهم استمرار اختطاف الوعي واختطاف يعني العقل الجمعي للمصريين في اتجاه يحطم كل محاولات الدولة للسير بهدوء نحو التنمية المستدامة هو بيتصور ان هو كل ما بيعمل لك نوع من القلق هو مقدرش يعمل القلق بالارهاب الدولة قدرت عبر قواتها المسلحة وشرطة المدنية انها تواجهه هو بيحاول ويستمر في محاولات اختطاف الوعي ولا يائس محاولاته مستمرة عبر اكبر حملة ممنهجة بتشن على الوعي المصري حتى هذه اللحظة طب كتبت مقال بالفعل على فلسفة الجمهورية الجديدة في تنمية سينة ووصفتها بانها عبور تاني هقول لحضرتك انا انا يمكن كنت كاتب جزء منه قبل كده في افتفحية مجلة الديمهورتية ويمكن ان اعدت النهاردة نشر اجزاء منه بالارتباط بما تفضل بيه دولة رئيس الوزراء دكتور مهندس مصطفى مدبولي وعبر عنه نصا انه العبور الثاني اه احنا في عبور تاني احنا من بعد 2013 الدولة المصرية تعبر عبورا جديدا نحو الجمهورية الجديدة متسلحة في ذلك بالعلم بالعمل بتوفير فرص العمل للشباب بالاستثمار النهاردة لحضرتك لو احنا بنشاهد هذه الاحتفالية اللي كانت مقامة صباحا لازم نبص ونقف قدام من تم تكرمهم ويمكن حضرتك استضافت عدد كبير منهم في الفصل الاول ولازم نبص قدام المساهمين المدنيين من ابناء سيناء المصريين اللي هم اشتركوا وتفعلوا مع قواتهم مسلحة ولازم نرجع وتقفوا المصريين وتبصوا على الشاشة بتاعت الشركات العاملة في هذا القطاع ما هو مش ممكن ان قواتنا المسلحة عندها خمسة مليون ولا ستة مليون ولا عشر مليون عامل وموظف يقدروا يشتغلوا فيه هذه المشروعات او يقيموا هذه المشروعات دول الشركاء المدنيين في الموضوع دور قوات المسلحة وده جوهر من جواهر المقال اللي انا كنت بقوله ان هذا العبور يتم من خلال برضو قوات المسلحة الشريفة المصرية هذه القوات اخذت على عتقها ان تنظم هذا التحول عبر مسئوليتها عن سد فجوة العجز الاقتصادي لان هذه المشروعات في البداية كانت تحتاج الى تمويل كبير جدا التنظيم الجيد لجهود الشركات العاملة في هذا الاطار العمل على مكافحة الترهل اللي كانت مصابة به بعض قطاعات الدولة خاصة في الصحة والتعليم ويمكن احنا شايفين الاهتمام بهذا المكون النهاردة كان منعكس هو بيحاول دايما يبعدك عن مساحة انك انت تتكلم في الحاجات دي ياخدك بعيد عن انك تشوف الجامعات والمدارس والمعاهد اللي تم اعدادها ياخدك بعيد عن انك تتكلم عن المستشفيات اللي تم افتتاحها وتجهيزاتها ياخدك بعيد عن انك تشوف مستشفى الشرم الشيخ وهي تتحول الى اول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في جمهورية مصر العربية هو عايز يبعدك عن المساحات دي كلها ويفضل واخدك في مساحة اختطاف الوعي قوات المسلحة المصرية الشريفة قدرت انها عبر ادارة حكيمة ورشيدة انها تمارس دورها في حماية الدولة المصرية وحماية الامن القوم المصري القوات المسلحة ليست دورها فقط في اثناء الحروب ولكن دورها ايضا ممتد اثناء السلام والجيش المصري علشان نقدر نكون فاهمينه وفاهمين طبيعته وطبيعة عمله في الدخل المصري يرتبط بالشعب المصري الروباط بيجعل الاخر في حالة انزعاج دائم هو مش قادر يعمل نوع الفصل لان هذا جيش من رحم الشعب وشعب ابنائه في القوات المسلحة وفي الشرطة المدنية